السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله النهاردة كده مع بعض هنعمل القرص الطريقة الفلاحة بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا بإذن الله لما تجربوا الطريقة دي هتعتمدوها دايما الطريقة دي ممتازة والنتيجة بتاعتها من أول مرة تطلع معاك مزبوطة ده كده شكل القرص معنا ما شاء الله مفيش بقى أحلى ولا أجمل من كده هفتح لكم القرصة معايا ووريكم شكل القرصة من جوة عاملة ازاي العجوة فيها حلوة جدا متوزعة كويس التسوية بتاعت القرصة بصراحة مفيش بقى أحلى من كده شايفين جمال القرص معنا وعايز أقول لكم بقى طعمها رهيب وأنا بسويها في الفرن ريحتها قلبة الدنيا بإذن الله لما تجربوها متأكدة تعجبكم جدا أتمنى فعلا تجربوها وتلو رأيكم في الكومنتات هوريكم شكل القرصة من فوق ومن تحت شايفين شكل القرص ما شاء الله متحنية واغدلون حلو جدا جدا نبدأ كده في وصفتنا على طول بس أتمنى ترفع الفودي ده باللاقيق وتشارلوا لكل أصحابكم أول حاجة أنا معايا بولا بالشكل ده هحط فيها كيلو دقيق أنا أستخدم النهار ده كيلو دقيق ده نوع دي اللي أنا باستخدمه اللي هو اسمه دوبيلا هحط على كيلو دقيق ده معلقة صغيرة من الملح وهنبدأ نقلب الملح مع الدقيق وكده المواد الجافة بتاعتنا تكون جاهزة كده معنا تمام كده خلاص ده الملح والدقيق كده تمام هنبدأ دلوقتي نجهز الخميرة معنا معايا كده نص كباية من المية الدافئة هحط كده عليها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية وحط عليها معلقتين كبار من السكر ومعيير السكر ده مظبط جدا ما تزوديش عن كده حطت كده أول معلقة ودي المعلقة التانية المعلقة كده معلقة كبيرة هرمية وبقلب كده الخميرة مع السكر كويس جدا نتأكد انهم مذابوا معايا تماما وبعد كده هنبدأ نغطي بقى الكباية بتاعتنا دي او لو مش عندك نفس الكوباية دي عادي جدا حطيها في اي بولة او اي طبع عندك واسيبها كده اي عشر دقاية ستتأكد كده بس من تفاعل الخميرة في الوقت هنضيف كده معانا على دقيق كوباية من السمنة الصيحة انا مستخدمها السمنة البلدي تمام تقدر تستخدمي اي نوع سمنة انت بتفضليه مفيش مشكلة خالص الكوباية اللي باستخدمها معيارها 250 مللتر بنسبة للسوائل 150 جرام بنسبة للدقيق اول حاجة ببدأ اعملها ان اغلف الدقيق معايا كده بالسمنة بالشكل ده بحيث يبقى زي حبيبات الرمل كل حب الدقيق تكون متغلفة بالسمنة ودي مرحلة مهمة جدا بتخلي القرصة معاك طالعة نعمة وحلوة قوي قوي ببدأ اغلفه بالشكل ده شايفين انا بعمل ايه كأنك بتبس الدقيق زي ما بتعمل الكحك بالزبط المرحلة دي مهمة جدا لازم تغلف الدقيق كله كويس وتتأكد ان كله تغلف بقى زي حبيبات الرمل معاك ده كده شكله معانا ما شاء الله كده حلو جدا جدا يبقى كيلو دقيق بياخد كوباية من السمنة السيحة كده خلاص انا غلفته معايا كده هو تمام في المرحلة دي كانت الخميرة معايا جاهزة تأكدت من تفاعل الخميرة وهبدأ دلوقتي اضيف الخميرة كده على ايه على الدقيق معايا هتشوفوا شكل الخميرة معايا دلوقتي عامل ازاي كده الخميرة شغالة معايا تمام هبدأ اضيفها على الدقيق ونقلب كده الخميرة مع الدقيق بالشكل ده تجيبي حليب عادي وتحط عليه معلقة من الخل هيروب معاك او ممكن تضيفي حليب على زبادي براحتك المتاع عندك بس اللبن الرايب بيفرق جدا في القرصة بيخليها طارية معانا وحلوة قوي غير الحليب بس بيخليها نشفة معاك ده كده لبن رايب او لبن قاطع زي ما قلت لكم انا جيت اسخنه كده الصبح لقيته قاطع معايا فقلت استغل ونعمل بيبقى احلى قرص طارية بجد بنضيف كده معانا اللبن الرايب بالتدريج على حسب ده ما ياخد معاك طبعا كل دقيق بيختلف من مكان التاني فانت بتضيف على حسب العجينة ايه ما تلم معاك خد معايا بالظبط النهارده كوبايتين اللي ربع من اللبن الرايب وكانت العجينة مشاء الله حلوة جدا جدا بابدأ اضيف بالتدريج زي ما قلت لكم مينفعش كوب كده مرة واحدة بنضيف كده بالتدريج لحد العجينة ما تلم معاك وكده يبقى تمام جدا تبدأ بقى تخدميها صح لحد العجينة ما تكون معاك طارية وحلوة قوي بالشكل ده شايفين شكل العجينة معانا انا النهارده مرضيش هستخدم العجين عجنت على قدية عشان اوليكم انت تتضرر بتاعجيني بيديك عادي جدا بس بياخد معاك حوالي عشر دقيق في العجين وبتكون بالجمال والحلوة دي كده العجينة بتاعتنا جهزة تمام هنبدأ نغطيها دلوقتي بكيس تلاجة انا بفرده بالشكل ده وبعد كده بابطى اغطيها بفوطة وكده يبقى تمام جدا هنسيب بقى العجينة دي ترتاح هتاخد معاك في الجو ده حوالي من ساعة لصاعة ونص على حسب المكان عندك انا عن نفسي دفيت الفرن معايا ودخلتها كده ايه تختمر براحتها في المرحلة دي هبدأ كده جهز العجوة على ما العجينة تختمر معايا نص كيلو من العجوة هضيف عليه كده معلقة كبيرة من السمنة البلدي ممكن تغضيها على النار وممكن تعجنيها كده بالمعلقة او بأيديكي مفيش مشكلة زي ما تحبي براحتك خالص انا عن نفسي عجنتها كده الاول بالمعلقة تمام وبعد كده بدأت اشتغل بأيدي بحيث ان انا لينها وايه واشبعها بالسمنة كويس ممكن تديفيلها طبعا سمسم لو انت حبها مفيش مشكلة بس انا ما كانش متاعدي سمسم النهاردة فاستغنيت عنه بدأت تعجنها بالشكل ده وكده ده شكلها هي كده تمام جدا هشكلها دلوقتي على شكل كور هتشوفوا دلوقتي شكل الكور معي تكون عاملة ازاي طبعا حجم العجوة ترجع على حسب حجم القرصة اللي انت هتعمليها طبعا حجم القرصة ده يرجع ليك لو حب حجمها كبير تمام حب حجمها صغير او متوسط براحتك انا النهاردة عاملة الحجمة متوسط معي بدأت اتقوّر كده العجوة بالشكل ده لحد ما خلصت الكمية كلها دي كده الكمية ايه اللي انا عملتها كلها نشوف بقى دلوقتي كده العجينة بتاعتنا اختمرت معنا تمام هتشوفوا دلوقتي شكلها معي ما شاء الله حل وقوي قوي خدت معي في التخمير حوالي ساعة وربع زي ما قلتلكم انا دفت طبعا الفرن الاول في الجاة والشتة ده لازم تدف الفرن عشان تختمر معاك ايه اسرع بنبدأ كده نخرج الهوى كده من العجينة وبعدك نبدأ نشكلها مع بعض طبعا ممكن توزيني لو انت حب توزيني كده ايه بحيث القرس كلها تكون مقاس واحد براحت خالص بس انا بالنسبالي اخدت كده بالنظر وبدأت اكور بالشكل ده لحد ما خلصت الكمية كلها باخد كده قطعة العجينة وببدأ اكورها معايا كده على الرخامة بحيث انها تطلع معايا متساوية بالشكل انشايفينه ده هوريكم شكل الكمية كلها معنا دي كده الكمية كلها طبعا لازم اغطيها بكيسة اللاجة عشان العجين وشو ماينشافش طبعا ايه معاي وببدأ اشتغل في اول واحدة انا بدأت بيها نبدأ كده نشتغل في اول واحدة ونشوف بقى نشكلها مع بعض ازاي وازاي هنحشيها بالعجوة اول قطعة معانا بالشكل ده هنجيبها هنبدأ نفردها الاول طبعا ما شاء الله ارتحت معانا فبتتفرد معاك سهل شايفين بتتفرد سهل ازاي ما شاء الله هنجيب برضو كده العجوة وهنبططها عشان تكون مالية القرسة معانا هتشوفوا دلوقتي انا هعملها ازاي القرسة كلها هتكون متوزعة معاك كويس قوي وتبدأ يتقفلي كده على جوة المرحلة دي مهمة جدا انت تتقفلي القرسة معاك كويس قوي عشان طبعا العجوة ما تطلعش منها وتطلع معاك القرسة متساوية وحلوة جدا كده تماما انا قفلت القرسة معايا بابدأ ابططها بالشكل ده وبعد ما بططها بابدأ احطها في الصاج اللي انا هسويها فيه مباشرة يعني الصاج مش بتهينه اي حاجة هي كفية القرسة فيها السنة بتاعتها فمش بيحتاج انت تدينيه خالص بساوي القرسة بالشكل ده وهبدأ اجيب بقى سكين او موس المتاع عندك وتبدأ تعملي الشكل اللي انت هتشوفيه معايا ده ده زي ما بيجي بيها من الافران براحتك خارس حبة تعمليه تمام ماشي مش حبة براحتك ده كده شكلها بيكون معانا كده تمام جدا هعمل برضو كده معاكم واحدة تانية عشان الفكرة بس بكون واضحة ليكم بنبدأ نفردها الاول بالشكل ده وبعد كده بنجيب قطعة العجوة معانا نفردها ونحطها في النص ونبدأ نقفل عليها وكده تمام جدا تطلع القرسة معاك متساوية والعجوة بتكون متوزعة كويس في القرسة كلها ويبدأ ابطتها بالشكل ده وزي ما قلت لكم بيبدأ احطها في الصاج على طول حبة تسيبها على الشكل ده تمام ماشي حبة تعمليها بالموس او بسكينة تكون حمية تمام جدا كده خلاص شكلت العجين كله معايا عمل معايا الصاجين دول واهم حاجة لازم اغطيه كده بكيس واغطيه بفوطة طبعا على ما خلصت الصاجين كانت اول صانية معايا شبه اختمرت معايا فببدأ اعمليه في المرحلة دي ببدأ اشغل الفرن معايا على درجة حرارة عالية جدا او درجة حرارة متين وعشرين تمام اعلى درجة عندك في الفرن لازم المعاجنات تدخل على فرن تكون حامي قبلها ويكون اعلى درجة عندك بتطلع بالجمال ده مجرد ما بتاخد معاك لوم من تحت بتفتحي عليها الشواية ما شاء الله بتطلع معاك ما شاء الله حلوى جدا جدا وبكون طرية وما شاء الله حلوى قوي لكن لو دخلت على فرن بارد ممكن القرصة تنشف معاك وما تطلعش معاك مستوية بالجمال ده تمام فدي مرحلة مهمة جدا جدا اللي هي مرحلة التاسوية لازم تدخليها على فرن تكوني مسخناه قبل ما تدخلي العجين خالص تمام على درجة حرارة عالية اعلى درجة عندك في الفرن عشان في ناس هتقول لي مش عارفة الدرجات اعلى درجة عندك افتحي عليها تمام كده خلاص ده شكل القرص معانا ما شاء الله طلعت وحفة التاسوية بتاعتها ما فيش احلى من كده سواء من فوق او من تحت اللو اكبر يعني القرصة معانا متحنية واخدة معانا لون حلو جدا جدا بإذن الله جربوا القرص بالطريقة دي هتعجبكم قوي مستنية طبعا رأيكم في الكومنتات يهميني جدا جدا دي الكمية اللي طلعت معانا ما شاء الله ما فيش احلى من كده بكيلو دقيق عملنا كل الكمية دي وطعمها بقى عايزة اقول لكم رهيب بإذن الله تعجبكم واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفة جديدة ومعالف سلامة